بموجبهما وبامتياز درجة الماجستير والدكتوراه جزاه الله عمالينا وحينا وكل محب الخير الجزاء وعظيم الأجر والثلاث أما المؤنفات التاريخية والتغرافية وعددها تسعة المؤنفات تمنع في مجمعها عشرين مجلدا تقع فيما يقال من عشرة ألاف صفحة وقد كان عزمه ورغبته رحمه الله في أن يكمل آخر المعاجم رمال الجزيرة ويسور ويكتب عن كل الرمال في بلادنا الغالية لولا أن رحلة الربع الخالي أرهقت وأخذت منه كل ما أخذ إضافة إلى ما فعلته بعينيه الأمراض الصفر والمخطوطات القديمة المحترئة وتدمينها الرديل وما فعله تعاقب السني من إنهائك من فكي وجسد لتنتهي لحلة البذل والعطاء بمعاناته الضويلة مع البرض إلى أن وفاه الأجر المحتوم رحمه الله رحمة الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى وجعل من ما أفنى عمره في تحديقه في موازين حسناته واسمعوا لي هنا أن أشير لبعض ملامح عشتها مع والدي وهو يؤسس ويبني معادي مصبوح جغرافي التاريخية لنجد وتزيرة العرب فمدعرفت نفسي عبر ترحال الكثير معه يرحمه الله لا أتذكر أننا حضرنا عيدا من الأعيان أو صلينا الجمعة في الرياض إلا مندر فإما في النجاد القريبة أو في الأرجاء الشاسع أهل ترامي أهل جزيرة العرب وكما كانوا نرغمنا لفاق الرحلات لنه وننعب ونتسوح متمتعين بالترحال والجمال الطبيعة ورعاة الأماكن تجده برحمه الله ما يقرأ أو يدون تحت ظل سمرة أو تضحة تقيه لواهب الصيف أو في ذرى خيمة أو كهف أو صخرة تهميه غطبون زمجرات الشتاء أو أن تلقاه في كثير حالتين جالسة للعرابي يستقي منه معلمات المكان والزمان وقد لا يعرف البعض أنه بدأ رحلة البناء والعطاء يرحمه الله من على ظهور المطيب ولا يقرأ على ظهور السيارات والطرق البعض والمسافة الطويلة المرهقة بل من على مطول الظاهرات حيث أنشد إذ رمق جبل طبيب من علم ضمن قصيدته الشارقة في جبل نجد العملاق وليوم تردقك العيون المطاطئة تبدو صغيرا تحتها وتضائلا وفي الموروث الشعبي حيث الأدب والتراف والتغراف والتاريخ والشعر والشاعر فليس هناك أدل أتمكنه من أبعاده وفهمه لعليق معانيه ومكوناته ما تركه لنا من أرث الفريد المخالد في كتابه الأدب الشعبي في جزيرة العرب وفي ترجمته الرائعة للشعر الشعبي راشد الخلاب وكذلك الحال في كتاب هزيج الحرب أو شعر العقا وكتاب الموذل الشعر الشعبي تعود لأصلها الفصيح والذي يتمثل في أكثر من 1200 من الشعر الشعبي إذا قرأتها بالفصيح وجدتها مستقيمة الوزن سليمة اللغة ومن جانب آخر ما أورده من قصص الكرم والوفاء والنخوة والشهامة والنبرة والموذل في طيات تراثنا الشعبي عبر رواية إلى أكثر من 80 قصة تضمنها كتاب من أحاديث السمر وفي التجربة الإعلامية فلا يخفى على جميع أنه رحمه الله كان المؤسس صحيفة جزيرة ورئيس تحريرها لأربع سنوات بعدما كانت مجلة مشاهدة ولتتحول إلى جريدة أسبوعية فيومية ولتصبح مؤخراً الصحيفة الأكثر توزيعاً في المملكة إن شاء الله أن أكثر توزيعاً دكتور عبدالله ودعوني هنا أعود لكم إلى البدايات حيث كانت تصل من صخ المجلة التي لا يزيد عددها عن المئات تصل من المطابع إلى بيتنا في حي الفوطة وليأتولى مع أبناء الجرام مهمة طيها ووضعها داخل المخلف الصغير يكتب عليه اسم وعنوانه الشيء ولتوقع لاحقاً إلى مركز الدليل ليتم التوزيع في الرياضة المدير الكبرى في المملكة والحديث عن ابن خميسة الصحفية يطول ويطول لكنني هنا لن أباند إذا قلت أن أخرب الكتاب ورواة الصحافة المعاصرين كانت تنمث بطريقة أو بأخرى في مدرسة ابن خميسة الصحفية أما البرنامج الإذاعي من القاهر فلننسى معاناته رحمه الله مع آلاف الرسالة وأكياس المريدة التي لا يمكن عصولها للبيت ومن الطرائف وفي رئلة لمنطقة الهضب وبالذات في السكت اللغة بين الدخول وحوة أنزارنا بدوي عابر وسلم وجلس وكان الوالد هنا يتحدث في أمر ما وللثفت ذلك البدوي الذي لم يقال للوالد قد يلثفت المكان بجواره متسائلاً أنه إذا هذا من خميس رأي من القاهر لقد عرف الرجل من نبرة صوته المميد أضف إلى ذلك مشاركات والثريء في المرمج التلفزيون ومجالس الإيمان ومئات المقالات وقصائد ومحاضرات وندوات لشكل مجالات الثقاف والمعرفة والسياسة والاقتصاد والتاريخ الجغرافي وقضايا المجتمع وقونات التنمية أما بالخميس للإنسان وكما عرفته فهو المتدين المعتد وهو المرب الليل الصلب والإداري السهل الصعب لم أتذكره يستخدم العنف إلا من أدر قوي الذاكرة حافظ الفراسة والذكاء بعيد الأفق لطيف المعشر دمث الخلق جم التواضع أمه قليل يعشق الغيث والخضرة والوجه الحسن وكم كان يتجاهى الإشفاق عليه وينومني مرارا وتكرانا لوما محب على عدم إيقافه تالي الليل ليأبشرهم بجريان ودي حنيفة أو العمارية أو أحد الأوديا القريبة وعندما أرهق الوقت ذاكرة وتراجعت قدراته الذهنية لم يعد يستوي الطرح الجاد ما دع أحده من القول إنني عندما أزور لا أجده يقبل عليه عندها تذكرت الإمتسابة العليقة وما لا يقلط على المحيان عندما يقبل عليه الأخ العزيز سعاد الفدة ويبادره بعد إفشاء السلام بمطلع قصيلة الشاق الضريف لا تخف ما فعلت بك الأشواء واشرحه أكثر كلنا من الشاق وخارج محاور هذا الملتقى أسمحه لأن اختصر حجم مكانة الرجل في بعض ما قاله الفكر عنه حيث قال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العيز خوجة أنه مكتبة في رجل وقال المرحوم الأديب عبدالله نور أنه شاسع كالصحراء عميق كليلها وتلألئ كنجومها وللإستاذ حمد المانع قوله رحالة بدون التاريخ بمداد الأدب وقال الدكتور سهيل حسن قاضي أنه حصيلة موهبة أصيلة وطموح علمي ونهو ثقافي وداب المعرفي وخبرة حياتية وتجارب غنية ومبادئ أخلاقية وللدكتور محمد الخطراوي قوله أن عصامية العبدالية نسابة نسلة إلى عبدالله وإلى نفسه إصام سولت عصامه وعلمته الكر والإحجاب ختاما ليس إلى الدعاء من القلب لجميع من دعمه وسانده أو تحدث أو ألف أو كتب أو استخدم الشر في تبيان جهد والدي ومآثم العظيمة ومعاناته الطويلة مع البحث والتأليف ومقارعة السعاد كما أرجو معثرة في الاختصار وعدم الاستفادة في الكثير مما تختزمه الذاكرة حول والدي حيث ذيك الوقت وازدحام المشاركات رحمه الله عبدالله محمد من خميس رحمة الوازع وأثامه جزير الأجر وعظيم الثواب وحسن معاه على ما قدمه وأفنى عمره من أجله في خدمة الدين والوطن وإحجاب الإنسان والسلام عليكم حفلنا الكريم نشاهد وإياكم فيلماً وثائقياً عن الأديب عبدالله بن خميس رحمه الله فلنشاهد الآن ونرجع بالذاكرة والفيلم يصد أهم المحطات في حياة أديبنا الشهير الحافلة بالعطاء الإداري والعلمي والإعلامي رحم الله بن خميس فقد أنجز لوطنه وأعظى بعلمه فتميز أيها الحفل الكريم نشكركم على حضوركم وندعوكم لمتابعة الجاذب العلمي من هذا اللقاء الذي ستبدأ أولى جلساته بعد قليل على أن تستكمل جلساته مساء غد والآن نودعكم على أمل اللقاء بكم في مناسبات علمية ووضنية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا